اشتركوا في القناة اجعلها تتخبط في التعامل مع الآخرين وأقرب الناس إلينا في هذه الحلقة نقدم منظورا إيمانيا لما نسميه في هذه الحلقة التصالح مع النفس من وجهة نظر الإسلام مرحبا ضيفنا الكريم في هذه الحلقة لأستاذ الدكتور الشحات العزازي خطيب وإمام مسجد السيدة نفيسة أهلا بك فضل الدكتور لدينا فصل قصير نبدأ به الحلقة كالمعتاد نخرج إليه بعده نبدأ نقاش معك لو تكرمت أهلا بكم الجديد وأرحب أيضا بطبيعة الحال بدايفنا الكريمة لأستاذ الدكتور الشحات العزازي فضلته الدكتور يعني عندما نطلق هذه الكلمات في بداية هذه الحلقة التصالح مع النفس أو التصالح مع الذات يتبادر إلى الذهن أنه ثمت خلاف أو عداء أو مشاحنة تسبق التصالح فهنا الممكن أن يكون الإنسان عدو نفسه أو في خصام مع نفسه أو في خصوم مع ذاته الحمد لله وصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد أمر هام لابد أن يدركه كل إنسان ماذا تريد من هذه الحياة أريد أن أعيش سعيدا فإذا أردت أن تعيش سعيدا فلابد أن تضبط علاقاتك مع نفسك مع ربك مع غيرك دي اسمها العلاقات الثلاث أو المستويات الثلاث للعلاقات المستوى الأول أن تضبط علاقتك مع نفسك ولابد حتى تضبط هذه العلاقة أن تعرف هذه النفس فمن عرف نفسه عرف ربه ومن عرف ربه عرفه ربه كل شيء عرفه ربه كل شيء الله تبارك وتعالى خلقني وخلقك بتركيبة فريدة كل إنسان آية من آيات الله تبارك وتعالى كل إنسان له بصمة فريدة له حالة نفسية فريدة ليس لها نظير في الدنيا كلها حتى إنك لا تستطيع أن تضع قاعدة تضبط كل النفوس لما كنت أكرمنا الله تبارك وتعالى في رسالة الماجستير كان عنوانها الإعجاز النفسي للقرآن الكريم لإعجاز النفسي للقرآن الكريم كان لزاما أن أتعرض للحديث عن النفس البشرية الشائع عند كل الناس أن هذه النفس لها مستويات ثلاثة أو لها أنواع ثلاثة أولا النفس الأمارة بالسوق النفس اللوانة النفس المطمئنة دي اسمها مستويات النفس إما أن تكون أمارة بالسوق هذه نفس لا تأتمر بمعروف لا تعرف خيرا لا تعمل خيرا وذكرها ربنا سبحانه وتعالى وضرب لها مثال في القرآن الكريم بامرأة العزيز حين راودت يوسف الصديق عليه السلام عن نفسه وفعلت وفعلت ودبرت وحاكت المؤامرات حتى وصلت في النهاية إلى أن ألقي في السجن فلما انتهى كل شيء وسيدني يوسف عليه السلام تمت إعادة محاكمته فأحضرت امرأة العزيز وقالت وما أبرئ نفسي دي اسمي ايه؟ أول خطوة من خطوات التصالح مع النفس المصارحة قبل المصالحة طيب في النفس الأمارة بالسوق هذا النفس نفس فسدت؟ ما نحن هنجي له طيب نفس أمارة بالسوق يعني يعني تدعوني دائما إلى الشر أريد مالا لا أبالي من أي مكان نعم أريد شهرة وشهرة وظهور فلا أبالي من أي مكان دي نفس دائما تأمرني أن أحصل على ما أريد أي أن كان الطريق أي أن كان الوسيلة أي أن كان صاحب الحق لا أبالي فأنا أريد أن أكل لو لم أجد طعاما أكله من الحلال أخطف من الناس لا أبالي أريد أن أتزود وأتمتع لو لم أجد زواج يفجر ويفعل 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 حالها الغاية تبرر الوسيلة أي أن كانت اللي هو المبدأ المكافيلة أو الغاية تبرر الوسيلة أو المبدأ النفع أو المذب النفع امرأة العزيزة تقوله وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي يعني هذه النفس إذا لم تهذبها أتعبتك إذا لم تقودها إلى الخير قادتك إلى الشر إذا لم تحملها على الخير والصلاح حملتك دائما على الفساد إذا لم تتعبها في الطاعة أتعبتك في المعصي دي النفس الأمارة بالسوء هذه النفس إذا أردت أن أقومها وأن أهذبها أجعل من نفسي حكما عليه زي رجل من الصالحين يسألونه ماذا تعمل يا فلان قال أعمل بوابا في أي مكان يعني أنت شغل إيه بواب في أي مكان يقول لهم بواب على باب قلبي لا أدخل فيه إلا ما كان لله يبغى أول شيء من إصلاح هذه النفس الأمارة بالسوء لأن الإصلاح بداية التصالح لابد أن تصارحها ماذا فعلت من الخير وماذا فعلت من الشر هذه النفس إذا أردت أن تعرفها وأراد الناس أن يعرفوها هذه النفس امتزاج الروح بالجسد امتزاج الروح بالجسد نفس الروح وحدة التي بها الحياة هذه من أمر الله وهي روح سامية دائما ترغب في الخير ودائما تحب الخير ولذلك سيدني جبريل عليه السلام سمي روح المسيح عليه السلام روح الله وكلمته كل شيء فيه إيمان وفيه يقين وفيه السلمون وفيه طهارة يسمى روح وكذلك أحينا إليك روحا من أمرنا القرآن الكريم لأنه يحيل أرواح إذا خريت هذه الروح وانفصلت عن الجسد انفكت النفس فالنفس التقاء روح بجسد الجسد بغير روح جثة أو جسد الروح بغير الطين بغير هذه البنية التي تترك فيها ويروح من أمر الله تبارك وتعالى لما اتقد ابدا بأحدث شيء اسمه الصراع هذا الصراع والتوافق يضبطه الشرع وتضبطه علاقتك بالله تبارك وتعالى فإذا ضبطت هذه العلاقة وصلت إلى المصالحة مع النفس الله عز وجل يريدك دائما أن تكون متصالحا مع نفسك كيف أولا اضبط لنفسك أو يجعل لنفسك ميزانا وطريقا تسير فيه طبعا أنا هستأدمك فقط لأنه في أمور كثيرة في حديث فاضلتك بحاجة قبل أن نصل إلى كيفية إصلاح النفس تقول أن النفس الأمر بالسوء بداية التصالح معها إصلاحها نعم أنترى عيوبها هل كل نفس جبلت على هذا الأمر أم أنه هذه النفس التي تتمادى في الغي لا تستطيع أن تحدد ملامح الطريق الصواب الإنسان أولا خلق على فطرة سوية سليم نعم في قلبه إيمان ويقين بالله تبارك وتعالى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا يولد على الفطرة أي الفطرة دي معرفة الله والإيمان به والإقرار له هذه مسألة منتهية ومحسوما مسألة محسوما مهما بلغ الإنسان من معاصي وذنوب وأثام مسألة محسوما لأن هذا الإنسان يخلق نقيا طاهرا لأن الأصل في الإنسان مش الرزيلة والخطيئة الأصل في الإنسان الطهري والعفافي والكمال لأنه صنعة الله تعالى لذلك لا تجد الطفل يجذب أي أن كان دين أهله يعني لو ولد أبوه مسلم ولد أبوه مسيحي ولد أبوه يهودي ولد أبوه بوذي ولد أبوه مجوسي لحد أربع خمس سنوات لا يجذب ولا يحب الكذب إلا أن يتعلم الكذب ممن حوله نعم ولذلك يقول لك الأطفال أبرار أهدى صورة الفطر السليم النقية ما الذي ينحرف بالإنسان البيئة التي يعيش فيها أو الوسط الذي يتربى فيه فإن تربى في بيئة صالحة اكتسبت النفس صلاحا من هذه البيئة عظيم ولكن ما أقصده فضلت الشيخ أنه هذه الجذوة جذوة الإمام الفطري تبقى متقدة داخل النفس مهما بلغت من أثان تبقى موجودة تبقى موجودة إنما متقدة لا نعم لماذا؟ لأن وقودها في طاعة واصل بالله تبارك وتعالى يمدها دائما بالوقود حتى تظل وهاجع فإذا توهجت هذه النفس المؤمنة الأبية وصلت بها إلى درجة اليقين أو الاطمئنان دعنا نقول أنها تبقى على قيد الحياة تبقى موجودة حياة لا تموت أبدا مهما ارتكبت من معاصي مهما كانت المعاصي ومهما كان بعده عن الله تبارك وتعالى قد يدركه لطف الله عز وجل في لحظة متى تظهر هذه في الأزمات نعم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله يعني ليس هناك إنسان فطرته سليمة وإنسان فطرته ملوثة كل البشر فطرتهم سليمة لكن البيئة تنحرف به والتربية تنحرف به والوسط الذي يعيش فيه قد ينحرف به قد ينحرف به التعليم الذي تعلمه قد ينحرف به المذهب الفكري قد تنحرف به أزمة طرأت له في حياته وعدز أن يتفاعله وأن يتصرف معه قد ينحرف به قرناء السوء وأصحاب السوء قد تنحرف به مطامع الدنيا وأواها إلا أنه تبقى جذوة الإيمان أو الفطرة السليمة كامنة في قلبه تحتاج فقط إلى أن تنفض عنها التراب ثم تغسلها لترتوي شجرة الإيمان فيخرج لك من هذا الإنسان الذي كنت تظنه فاجراً وكنت تظنه كافراً وكنت تظنه منفلتاً يخرج منه إنسان آلة من آيات الله تبارك وتعالى في حب الخير ومحبة الناس أياً كان دينه لأن هذه فترة سوية ولذلك ترد المهات مغاندي مع أنه رجل ليس مسلماً ترد أنه يعجب بالإسلام وبنبيه الإسلام صلى الله عليه وسلم ويكتب فيه كلاماً جميلاً ترد أن كثير من المفكرين وكثير من الأدباء وكثير من العقليات السياسية والقيادية الجبارة في تاريخ البشرية وإن لم تكن مسلمة يعجبها هذه الأخلاق التي قالها قص بن ساعد الإياد وهو لم يكن رجلاً مسلماً وإنما كان من فصحاء العرب في الجاهلية لما سمع كلمات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس لا يكونن لهذا الكلام شاء فهذا الرجل إن لم يكن نبياً فهو في أخلاق الناس حسن إذا لم يكن هذا الكلام ينم مع الدين فهو في أخلاق الناس حسن لهذه الفطرة السليمة هي النفس السوية المطمئنة هذه النفس دائماً تنتظر منك أن تصافحها وأن تصالحها عظيم وهذا يعني يعطي دلالة قوية وتأكيد من حضرتك أنه حتى هذه النفس الأمورة بسوء الأمل في إصلاحها يبقى قائماً كبير ما بقيت في الجسد ما بقيت فيه حياة نعم بس شرط أن تيد مصلحاً خبيراً يعرف العلة ويحصن وصف الدواء أن تيد إنساناً يملك المفتاح الصحيح لهذه الشخصية لأن كل شخصية لها مفتاح هذا إنسان عصبي هذا إنسان حالم هذا إنسان جبار هذا إنسان هادئ هذا 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 لأنها موجات عجيبة وأطياف غريبة في هذه التركيبة البشرية التي خلقها رب العالمين تبارك وتعالى لكنك في كل حال لا تيأس أبداً من رحمة الله مهما بلغ سوء هذه النفس ومهما بلغ سوءك أو ظنك في نفسك أنت أنا قد أظن في نفس السوء أقول لك هل سيغفر الله عز وجل لي بعد كل ما فعلت فهذا يلقي على النفس ظلال كثيفة من اليأس الله عز وجل نهانا أن نيأس لا تقنطهم من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب الجميع إنه هو الغفور الرحيل فالله عز وجل دائماً يريد أن يأخذ بيدك تصالح مع نفسك فإذا تصالحت مع نفسك استلحت مع الكون كله كيف أتصالح مع نفسي أنا سدعب أيضاً نبقى هذه المسألة كيفية التصالح لأننا ستكون في صلب هذه الحلقة ولكن تمهيدات أيضاً مهمة يقول ربنا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها نعم هل مراط الإصلاحي هنا لله سبحانه وتعالى والإنسان ليس بيده شيء لا يقدم ولا يؤخر في مسألة هداية النفس أو فجورها إذا أردت أن تفهم قضية قرآنية العلماء القرآن وعلماء التفسير يقولك إذا أردت أن تستوعب الصورة كاملة فلا بد أن تأتي بكل الأجزاء وأن كانت مفرقة نعم تعالى لحديث القرآن الكريم عن النفس البشرية كتلت في القرآن الكريم ستة وخمسين طيف من أغطية في النفس ستة وخمسين هي قول واحدة فضلت الدكتور النفس كما أوضحت هي التقاء الروح بالجسد من الممكن أن تعني الروح أحياناً قد تعني الروح أحياناً بيقولك إذا اجتمع فترق وإذا افترق اجتمع لا أردت أن تبقى يعني إذا ذكرت النفس وحدها تبقى الروح والنفس إذا ذكرت الروح وحدها برضو تبقى النفس والروح إذا ذكرت الروح وذكرت النفس يبقى دي لها معنى ودي لها معنى يعني مثلاً في العالم الكريم الله يتوفى الأنفس الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى للك ما دامت الروح متعلقة بالجسد فهي نفس الله يتوفى الأنفس هذه نفس فإذا خرجت الروح من الجسد صارت الروح روحاً والجسد ولم تعد تسمى نفس يبقى الله عز وجل حين أنام أنا وأنت هذه نفس نائمة إنسان نائم له نفسه طيب إذا خرجت الروح ولكن لا أصعد لله سبحانه وتعالى هو الروح الروح ولكنها تبقى أيضاً تبقى متعلقة بالجسد لا أتعلق له الزيت فلان ده هو نائمها ينتبه طيب إذا انقطع تعلقها بالجسد خلاص خرجت الروح أصبحت روحاً خالصة نعم ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سمى البنية كلها سمى توفي هنا قال الله يتوفى الأنفس في سورة السيدة قول يتوفاكم ملك الموت الذي يتوفاكم ما قالش الجسد ما قالش الروح ما قالش النفس لا هذه البنية كلها يتوفاها الله تبارك وتعالى نعم إني متوفيك ورافعك في حديثه لسيد بيسر نعود إلى نفس ونفس وما سواها تؤكد على أنه لابد أن نفهم المعنى في معنى حتى كامل سيق كامل لما تجي للآت ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقوها وتقوها قد أفلح من زكاها إبقى أنت الذي تزكي نفسك وقد خاب من دساها الله عز وجل قال لك هذا طريق وهذا طريق ولكن ما المقصود والأهمك الاختيار ما المقصود بإلهام الفجور والتقوى في الآية التي سبقتها والأهمك يعني ألهمك نعم يعني بيّن لك الطريق هنا وهنا وجعل في نفسك شعورا بهذا الطريق وأحساسا به وشعورا بهذا الطريق وأحساسا به هذا يقود هنا من جديد إلى جذوة الإيمان التي أشارنا إليه الإيمان موجود في قلبك لكن الله تبارك وتعالى يقول لك إن هذا الطريق غايته الجنة وفيه كذا وكذا وكذا وهذا الطريق غايته النار وفيه كذا وكذا وأنا لا أتحكم عليك في اختيار الطريق فاجتهد أن تختار الطريق الصالح قد أفلح من زكاها بالطاعة والقرب من الله تبارك وتعالى وقنخاب من دساها يعني دساها يعني أخفى جذوة الإيمان فيها نعم التدسية ولذلك عندنا فلان بيقول لك فلان هذا دس دس الطعام يعني خبأه نعم خبأ الشيء قد أفلح من زكاها أي أظهر ما فيها من كوامن الإيمان وعلاها وقد خاب من دساها أي ستر هذه الكوامن الإيمانية وأخفاها في داخل النفس بس أخفاها لم يقل أهلكها لم يقل أتلفها لم يقل أفناها أنه قال دساها يعني هي باقية هي باقية دية تفتح له باب الأمل كيف؟ يقول له هي موجودة متى بحثت عنها وجدته نعم يقول له طب أنا يا ربي لا أعرف الطريق أنا خبأتها ونسيت المكان الذي خبأت فيه قال له ارجع إلى ربك فهو يعرف لك الطريق عظيم طب حركة وضحت أنه يعني إصلاح هذه النفس لابد لها من وجود مصلح خبير نعم ولا يأخذ الأمر يعني بشكل بسيط لابد من شخص ما على دراية بكيفية إصلاح هذه النفس ولكن ماذا لو أفترض مع حدرك الفرد الذي ربما لا يكون حسنا ماذا لو انتشرت في المجتمع هذه النفس أصبح المجتمع كله نفوسا أمارة بسوء نعم الله عز و الله دائما يفتح لي ولك باب الأمل أضرب مثال رائع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم على سنة و سنة أرسل ثلاثة من أصحابه إلى حي من أحياء العرب فرجع الأول فقال له يا رسول الله ما وجدت قوما أصلح ولا أخير منهم خير الناس نعم قال صدقت وجاء رجل آخر فقال له يا رسول الله ما وجدت قوما أفجر منهم قال صدقت على ذات الناس على نفس الحي نعم على نفس القبيلة على نفس المكان جاء الثالث فقال له يا رسول الله فيهم الصالح وفيهم الطالح قال له صدقت نعم يعني في داخل النفس الواحدة كل الأطياف وفي داخل المجتمع الواحد كل الأطياف كيف هذا الرجل صالح فلما نزل بلدا أول ما دخل دخل فيه المسجد فورد المسجد منتلئ فقال هذا البلد كلهم أهل صلاح لأنهم ملقوا المسجد الثاني ليس كذلك أول ما دخل البلد دخل خمارة فورد الخمارة منتلئة فقال ده أفجر الناس كلهم سكرية الثالث وقف على قارعة الطريق فورد جماعة دخل المسجد والجماعة دخل الخمارة قال فيهم الصالح وفيهم الطالح يبقى دائما هناك الأمل في الإصلاح كيف هذا كل المجتمع فاسد يقوله أنت لم تنظر إلى كل المجتمع وإنما نظرت إلى ما ظهر على السطح اضرب في العمق سترد الصالحين يقوله أين تنظر قاله والله نظرت إلى الشارع فوردت كل من في الشارع يكذبون ويخدعون ويغشون وواواواوا يقوله هل نظرت إلى المسجد يقولك لا لم أذهب إلى المسجد يقوله اذهب إلى المسجد واذهب إلى المعهد الذي تتعلم فيه واركب وسيلة مواصلات نعم انظر إلى كل مكان في المجتمع سترد الفساد في مثلا نسبة ستين في المائة سبعين في المائة لكن يبقى هناك نسبة من الصلاح تحتاج إلى أن تكون منهم ولذلك جاءني مرة طالب في كلية الحقوق فبيسألني يقوله والله أنا زميل لي أو صديق لي قال لي لا تدخل كلية الحقوق طب انت في سنة كاملان قال لنا في سنة تانية أو تلتة طب انت عايز يعني ماذا تريد قال لي والله أريد أن أترك الكلية لماذا المبرر عنده أنه قانون لم يستمد من الشريع الإسلامي القانون اللي أنا بدرسه ده أو اللي أنا بعد كده أحكم به ده مخالف لشرع الله تبارك وتعالى وجاب لي ومن لم يحكم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله الكافرون الظالمون الفسق طيب قال لي طيب أفترض معك أنه مخالف مع أن الحقيقة ليست كذلك في فرق كبير بين لم يستمد من الشريعة وبين غير موافق وبين مخالف في فرق كبير ليست هناك تداد ولاست هناك معارضة ولاست هناك محاربة يعني قانون لا يحارب شرع الله قد لا يستمد من الشريعة لكنه لا يحاربه نعم طيب بعد عشر سنوات هجرت أنت وكل من عنده دين هذا المجال وجاء مظلوم يطلب حقه من الذي يتصدى لأخذ الحق له لن يجد من يقف لأخذ حقه ممن يعرف الله طيب ماذا أعرف استمر في هذا المجال وبرع فيه حتى تصل إلى مكان التغيير فغير إن كان التغيير مطلوبا إن كان التغيير دروريا أو ملحا لن وجدت نظره مردود عليها كما وضحت يعني حتى لو كانت ورية نظرك صحيحة يقول له الله أنا لا أريد أن أعمل في وظيفة كذا لماذا؟ يقول له الله كل من فيها أهل ضلال يقول له الله إذا عملت أنت فيها سيكون كل من فيها أهل ضلال إلا واحد هذا أمر حسن حسن من منظوره هو على الأقل يعني من منظور الشرعي لا يعني إذا افترضنا فرض جادة لأنكم من فيها فاسد فأنت لست فاسدا إذا كانت كلهم فاسدين فأنت لست فاسدا فلماذا تحرم هذا المجال من إنسان صالح؟ أذنك فقط دكتور معنا دكتور هاشم بحري رئيس قسم طب النفس في جامعة الأزهر عبر الهاتف نتواصل معه وبعد ذلك نكمل حديث أعلان بك دكتور هاشم أهلا وشهر حديث هنا عن التصالح مع النفس دكتور هاشم هل تعتقد أنه حالنا في مجتمعاتنا المختلفة نحن بحاجة ناسة بالفعل إلى التصالح مع ذاتنا وأنفسنا أم كيف تبدو صورة من وجهة نظرك؟ هو التصالح مع النفس المعنى بتاعه هو أني أتعرف على إمكانياتي الشخصية إيه مصادر قوتي ومصادر ضعفي إزاي أتعمل مع مصادر القوة وأزيد من قوتها إزاي أقبل هذا الضعف وأشخصه وأتعامل معاه لتحسينه وأحاوله بدل ما هو مصدر ضعفي إلى مصدر قوة وإني لا أحجل من هذا الضعف بالعكس أنا أوجهه وأشخصه كويس ولا أداري عليه ولا أضعه فيه نوع من أنواع ما نطق عليها الميا الحيل الدفاعية يعني أجذب أصبت ما في داخلي على الآخرين إن أنا أزيح أخطائي على كتف آخر دي كلها حاجات بتخلي الواحد الجزء السيء اللي فيه ينمو أكتر ويبقى هو متصور إن الناس مش شايفان ومش واخدة بالها منه وعلى العكس الناس بتبقى واضح جدا بالنسبة لها إن هو بيلفه ويدور وإن هو لا يرى نفسه جيدا فالإنسان المتصالح هو من يرى قوته وضعفه وإحنا بسعلا 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 بأمثل حاجة مخصوصا القوة والضعف هنا المقصود بها لالتزام بالقام الأخلاقية أو الانحلال منها بالضبط اللي هو زي ما حاجاتكم تتكلموا إن إحنا إحنا الجماع على النفس المصمئيننا وهي الجماع ما بين النفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء إحنا كلنا فيه هذا الموضوع ما حد الشيء غير يقول إن ملوش شطانه ملوش أخطاءه ملوش نزواته كلنا هذا الإنسان وإن ربنا هو اللي بنلجأ لي إنه يدعمنا ويؤثر على رجلنا ويبغي دعمنا الشطان لكن علشان ربنا يساعدنا لازم إحنا نعمل خطوة إن إحنا نسعى إلى مقاومة ضعفنا لكن إن واحد يقول إننا منص ضعيف وإننا لا أخت نعم أذي في الحياة دي الأنبياء المنزعين عن الخط ولكن برأيك برأيك ما الذي يعني يأدى ببعضنا للوصول إلى هذه الحالة حالات الضعف النفسي كما وصفها حضرتك لانحلال مرقم الأخلاقية هو الضعف النفسي الموجود من يوم ما ربنا خلق الإنسان ولكنه بقى في مرحلة إحنا شفناها في السنوات الأخيرة كان فيها الإنسان لما يغش ويجذب وينافق يبقى هو ده اللي يصل إلى أحسن المراكز وبالتالي الناس بقى جزء من تركيبتها إنه قول الصدق لا يؤدي إلى تحسن الوضع بالعكس ده أنا ممكن يحصل لمشكلة إنه أنا ممكن يحكم علي إنه أنا ممكن أضطهض فبقى دايما الملوعة والتخدئة وإن الواحد يغضر بواحد علشان يبقى هو يغضر المنصب كل دي بقت هي الجزئية اللي الناس بتسعى إليها وليس أسعى إلى تحسين الخلق يعني حضرتك المجتمع نفسه أو الأطر الحاكمة للمجتمع هي السبب في هذه المشكلة؟ طبعا دايما في الإنسان في نمو النفسي بيمر بتلت مراحل كل ما يكون طفل كل ما يتعلم سلوكيا من السواب والآقاب كل ما الإنسان بيتعلم من القدوة فلما بتكون القدوة صالحة وقادرة على التعامل بوضوح وبدون كذب الناس كلها بتطلع صادقة وتبقى عندها قدر ضخم جدا من المحاسن الخلق لكن لما بتكون القدوة سيئة طبعا الناس سيئة هذه المشكلة يا دكتور يعني تنفصل عن من يحكم ممتمعاتنا أم أنها مرتبط ارتباط وثيق بها بمعنى أنه يعني الحاكم في ممتمعاتنا العربية والإسلامية إذا أرسى هذه القيم التي يبنى عليها الممتمع بالتالي لن نجد يعني أناسا في حالة ضعف نفسي كما وصفتهم حضرتك في حالة بعض عن القيم الأخلاقية السامية التي نرتضيها جميعا هو للوقت إحنا مجتمعنا ما يزلنا حتى في المجتمع الأبوي اللي إحنا فيه نتبع الحاكم بشكل أكثر خضوعا يعني بيبقى شايفين أنه هو الصح دائما لن نتبع ولكن كلما المجتمع التعليم فيه بيزداد والسقاطر فيه بتاعله الإنسان ببعنده قدرة على أن يرى أن رأي الحاكم ممكن أن يوقض وأنه هو بيقول حاجة لكن إذا حاكم كمان القدوة ما الذي بيعلمها للناس إن أنا رأي ممكن صواب ولكن يقبل الخطأ ما فيش مشكلة إن أنا أكون كقدوة بتعلم من الآخرين من أولى يعني سيدنا نبي عليه الصلاة والسلام ما كان بيعمل كده وبيصرع الرأي الآخرين إلى أي إنسان في الدنيا إنه رأي الآخر ده مهم جدا سواء كان إن أنا بقوله ده صح أو غلط أرسع للآخرين نعم حضراتك بتقول حتى هذه اللحظة نبقى مجتمعات أبوية على حد وصفك نعم حتى بعد هذه الثورات التي شاهدتها بعد الدول العربية لا أصدره بتتغيرش ثقافة الإنسان كجموع الشعب مرة واحدة إذا كنت أخذوا الوقت وخصوصا في الدول الحضارية زي حضارة مصر دولة حقيقة جدا وتغيير السلوك فيها بطيق فإنت آه طبعا اتغيرت بس التغير ده ما هواش تغير سريع وطوي وضارف في الدول ما زال الموضوع محتاج أنا بتكلم على كل شرائح المجتمع الشباب طبعا بنكون أسرع وبيكون عنده النهضة قوية جدا والتغيرات سريعة لكن بتكلم على جمهة الشعب من الفلاح المصري للعامل للناس اللي موجودة في أطراف الدولة نفي تغيير سلوكياتها القدوة بيكون لها قدر كبير جدا من رئيس القبيلة للرئيس القرية العمدة يعني كل دور بيشكلوا قدر كبير جدا الإمام الأسيس في الكنيسة بيشكلوا وزء ضخم جدا من وعي الإنسان المصري شكرا جزيلا دكتور هاشم بحري رئيس قسم الطب النفسي في جامعة الأزهر الشريف شكرا جزيلا لك أعود إليك فضلته دكتور الشحات العزازي هل من تعقيب أم أنتقل للمقطة التالية؟ أعتقنا الدكتور هاشم عن اتفق في كثير مما أطرحته سابقا في شيء رائع قاله الدكتور لابد أولا حتى تتصالح مع نفسك أن تعرف قدراتك وإمكاناتك هذا سماه علماء التربية عندنا أول مذهب في التربية في تربية أشخاص اللي هو تربية النفس المذهب الصوفي مدرسة التصوف دعكا من صوفية الدرويش أو ما يقال عنه من أفسده لكن الصوفية الحقة كمذهب فكري ومدرسة تربوية إسلامية كان لها ضر رائع في نشر كثير من القيم الأخلاقية ده اسم مذهب تربية هدفها تربية وأصلح هذه النفس للك المصارحة قبل المصالح فإذا أردت أن تتصالح مع نفسك فأولا لابد من المصارحة أن تعترف بما لك وما عليك أن تعرف أخطائك فتقر بها أن تعرف ميزاتك فتعدها فضلا من الله فإذا حدث بينك وبين غيرك خلاف أو أنت مع نفسك تصارحت مع نفسك فبعد المصارحة مسامحة يعني لابد أن تتسامح مع نفسك لابد أن ترضى عن نفسك وليس رضاك عن نفسك غرورا به رغبة في هذه النفس أن تكون على أعلى درجة من الإيمان واليقين ليدوم لك الوصل بالله تبارك وتعالى اللي هي درجة أو مقام الرضوة أن تترضى بالله تبارك وتعالى تتفق هذه المرادات الثلاثة على ماذا؟ لتحقق الأمان لهذه النفس الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لن يقل تطمئن قلوب هؤلاء الذين ذكر لا كل إنسان إذا ذكر الله تبارك وتعالى أطمئن قلبه حتى ولو كان غير مؤمن حتى ولو كان غير متدين حتى ولو كان إذا ذكر الله حتى ولو كانت لمحة خاطفة من زمان من زمان أو في حال من الأحوال يريد أن القلب اطمئن فإذا اطمئن القلب سكنت النفس ولكن كيف يذكر الله وهو غير مؤمن لهو لا يذكر الله ويسمع ذكر الله تبارك وتعالى لن يكون حاضر في مجلس فيه ذكر لله تبارك وتعالى يطمئن القلب تتنزل سكينة تشع في كل هذه القلوب لأنه لو لم يصل لهذه الدرجة من تقل الكافر من الكفر إلى الإيمان لأنه ينتقل في حالة روحانية من هذه الأحوال لو أخوها بعيد عن الله تبارك وتعالى لولا أن الذكر والإيمان بالله تبارك وتعالى يشع من هذه النفوس المتوهجة التي آمنت بالله فيتسرب إلى تلك القلوب المظلمة لم يحدث هناك مصالح مع النفس وهذه رحمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى رحمة من الله تبارك وتعالى اللي يتجرني إليه كلما نتكلم عن النفس الأمر بالسوء يعني نفس أمر بالسوء يعني تريد كل شيء أيا كان الطريق نعم الإنسان آية من آية الله تبارك وتعالى ليست هناك نفس تتحكم فيه طول الخط يقول لك شوفوا لان ده نفسه أمر بالسوء هذه نفس الأمر بالسوء تأتي لها لحظات تبقى نفسه لوامة تأتي لها لحظات تصير نفسه مؤمنة نقية طاهرة لكن الغالب عليها وأغلب الأوقات عند 24 ساعة في اليوم 24 ساعة دولت منهم 20 ساعة نفسه أمر بالسوء وعند الأربع ساعات دولة منهم 3 ساعات نفس لوامة وساعة نفس ساكنة راضية مطمئنة لكن الغالب عليه أنه نفس أمر هذا أمر جيد؟ هذا أمر جيد أن يبقى فيه بصيص أمل مش أمر جيد أن تغلب عليه صفات السوء يعني لا يكتفي بهذا القدر لا لا يكتفي بهذا القدر وإنما يبدأ في تربية نفسه النفس اللوامة تعمل يبقى تبدأ تلومه على فعل الشر طب سؤال بسيط جدا في مسألة النفس الأمر بالسوء نعم ولا ياذب الله وهذا الطرح طرحته مع فضلتك إذا انتشرت في المجتمع واصبح المجتمع كله نفوسا أمارة بالسوء هل هذا يستوجب غضبا من الله سبحانه وتعالى أو عقابا ينزل بهذا المجتمع؟ إذا انتقلوا من مجرد الأمر إلى غاية الفعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي فأنت ستين في الحديث لراته أمنا السيدة عائشة رضوان الله علي يقول لي يغزوا جيشهم الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم فقال لقد يا رسول الله فيهم أسواقهم وفيهم من ليس منهم ده طالع معهم ناس منفعين الواحد ماشي في الطريق فلا يديش ماشي فمشي معه الواحد مجبر ومكره قال يخسفوا بأولهم وآخرهم ويحشرون على نيتهم وفي القرآن الكريم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة اللي هو المبدأ العسكري اللي كانوا ابنتعلموا ولم دخلنا الجيش الحسنة تخص والسياءة عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعربي من شر قد اقترب فستنا السيدة أم سفتح من ردم يأجوجه ومأجوجه هكذا وحلق بإصبعي فستنا السيدة أم سلم تقول لي يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث حضرتك عندك في الفصل مائة التلميذ المائة التلميذ دول فيهم تمانين تلميذ نعم رسبوا نعم وفيهم خمس تلميذ من أولي الجمهوري المتين يتحكم على الفصل تخايب الله شاطر الله أحب أسألها خايب خايب لأنني عندي فوق تمانين في المائة رسبين فوق تمانين في المائة سفتين عندك أولي الجمهوري عندي الخامسة أولي الجمهورية ده اسمها ملكات شخصية ملكات شخصية كل واحد الملكة بتاعته خلته الأول ده الملكة بتاعته خلته التاني بس التعليم خطأ ما أنا دي التعليم خطأ ده طلع فز كده عبقرية رزقه الله إياه لكنه مش حكم على المجموع لكنه مش مقياس للمجموع ده فصل فاشل ومدرسه فاشل ومدرسته فاشلة مش معنى أنه أنا طلعت الخامسة الأول على الجمهورية من وسط ميت واحد يبقى أنا عندي نسبة النريح خمسة في المية برأيك هل كفر الخبث كما التنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنانيا هذا أم ما زل الحور كامن في النفوس لكنه عند الأزمات تبدأ شيء للمسألة لربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة الرعد أنزل من السماء ماء نعم فسالت أودية بقدرها هذا يأخذ على قدري وهذا على قدري فاحتمل السيل زبد رابية ومما يوقضون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله فأما الزبد فأذهب وجوفها وأما ما ينفع الناس يمكثوا في الأرض إحنا دلوقت يجيء السيل هذا السيل جرف كل ما في الطريق من كذب من نفاق من خداع من غش وهذا الكذب والنفاق والخداع والغش والعمال والخيانة هذه كلها أشياء خفيفة فظهرت على السطح فتأتي رياح التغيير والصدق واليقين فتزيحها على الأطراف ثم تأتي الشمس فتجففها هذا يحترق إلى زمان نعم ولكن لليائسين أن الخير يبقى خير موجود الله عز وجل الله قال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة